بطولة فيها الحقيقة مفاجآت كتير مش بس منتخب مصر المفاجأة لكن أعتقد البطولة بشكل عام فيها مفاجآت كتير وفيها أعتقد يعني بصرف النظر عن مين ممكن يكمل مشواره ومين ممكن يخرج بدري بدري فيها تغيير في مستوى وتصنيف المنتخبات الأفريقية طبعا يعني واضح جداً اللي حاصل في السنوات الأخيرة في القرية الأفريقية إن ما باش فيه المبرارات المتوقعة من قبلها الفوارئ الكبيرة أو الوسعة اللي كانت موجودة بين المدارس الفوارئ الجسيمة انتهت في تقارب المدارس اليوم من المفترض متوضعة بعيدة كل البعد اشتغلت خطات أدارة استعانت بخبرات كبيرة أفادتها فأصبحت التنافسية في هذه البطولة أعلى من أي تنافسية في نسخ سابقة لكن مازال هناك منتخبات عندها شخصية قادرة تفرض شخصيتها وأسلوبها ماشية بشكل كويس وواضح إن تدرجها وتطورها هيكون أعلى من الجميع يعني منتخب زي منتخب مصر بعد فوز النهاردة إن شاء الله في تطور هيحصل لكن تطوره يأتي في خطوات تالية لناس اشتغلت بشكل أفضل وتقدمن بشكل أفضل زي ستنغال على سبيل المثال في نص ساعة ظهر فيها لما قام فيها أربع خمس أسماء يعني رفعوا مستواهم جابوا الروح للناس ما استنيها أنا حسيت إن المنتخب مصر قرى بيظهر بالشكل اللي إحنا شوفناه صحيحة يعني عايزين نقول إن مباراة موزنبيك والشوت الأول من مباراة غانا كنا بعادين كل البعد جزء رئيسي منه استبدال التاكتك استبدال العناصر توظيف خطأ العناصر من بينها محمد صلاح بالمناسبة اللي كان أحد ضحايا فيتوريا أمام موزنبيك إن نوظفه في مكان غير مكانه وبدل الشكل كليا فدفع الدريبة وشهل صلاح الليلة لكن تم تعدين المصار في الجزء الأخير من مباراة غانا وكان التحول الحقيقي اللي حصل في المباراة بخروج محمد النمي وإن احنا كسفنا عددنا في تلتة الأخير وقتها وديت مساحة أكتر لإمام عشور إن هو يقود نص الملعب ويعبر عن قدراته الشكل خاص جدا فحصل التحول نتمنى أن النهاردة يكون التوظيف الخططي أولا كابتن لإن هي بس مش دوافع اللاعبين بس ومش رغبة اللاعبين بس حقيقي هي فعلا رغبة اللاعبين لعبة دور مهم حقيقي زي ما قال فيتوريا بنفسه واعترف إنهم تحدثوا مع بعضهم بين الشوتين وقالوا لازم نرجع وكان ده ليه دور مهم وحاسم إنما في النهاية التوظيف الخططي نتمنى النهاردة يكون سليم